بالمناسبة بمناسبة مانشستر سيتي يتهم عدد من الاندية القليلة في العالم وفي اوروبا تحديدا انها بتصرف اموال طائلة جدا لشراء اللاعبين وبالتالي بتقتل تماما فكرة المنافسة رأيك ايه تحديدا في اتهامات توجه لمانشستر سيتي فريق سابق انت دربته من قبل هذا امر معقد الغاية هذه القضية قضية كبيرة لا يمكنني ان اتحدث عن اتهامات دون اي سند او دليل جئت الى في الموسم الثاني في الحقبة الجديدة لمانشستر سيتي الامور الاقتصادية في النادي مثل منشستر سيتي هي هناك اموال كثيرة تضح ولكن هذا امر طبيعي لانه هو نادي يبحث دائما عن المنافسة وعن الفوز بي الالقافي البريمير ليج واستقطاب افضل اللاعبين اعتقد ان هذا امر طبيعي لا يمكنني ان اصرح باي امر دون اي سند ولكن هذا امر طبيعي في وجهة النظري ترجمة نانسي قنقر